الزملاء الاعزاء معلمي ومعلمات اللغة الفرنسية في مصرنا الحبيبة بونجوش نهاردة ان شاء الله حابب مع بعض كده نتكلم شوية لستادة اللي هيشتغلوا من ملزمة ليلة امتحان كتاب البروف لان فيه فكرة حابب اوصيها علشان نساعد ابنائنا الطلبة اللي سايبيني الفرنسيوي من شهر ونص بدأنا الحصة طبعا الحصة مش اقل من ساعتين من ساعتين لتلاتة حسب نوعية الطلبة بدأنا الحصة بنذكرهم بالاسئلة بالعربي كده وبعدين انا عندي اربع افكار اساسية في المنهج هعالجهم في الاربع اسئلة سواء الوصيقة او المواقف او القواعد او الايميل والموضوع الكلام اللي هو مكتوب ده الفكرة الاولى دي نواتج التعلم اللي هو هيتسئل فيها اراها بالعربي حضرتك ارتها معاه مفيش مشكلة كل ده ما ياخدش اكتر الصفحة خمس دقايق عشر دقايق بكتيره خالص ارا الكلام ده نيجي بقى على الكلمات اللي في الجنب دي حضرتك مش عايزيني ترجم لو احنا كلمات الكلمات دي هو سائب الفرنسية وبقاله شهر ونص طيب ايه الكلمات اللي بتيجي في الوصايق ولا غنى عنها هيسألوا فيها هيسألوا فيها مفيش نقاش هو هيمسك بقى كده الورقة على جنب كده ويقعد يقول مع نفسه سال خلاص افتكر بمفرده اه لوحده يعني سلمو فقط بليبا معظم على فو معا الكلمة اللي هتسيبه فيه في الكلمات دي الصفحة الاولى خمس دقايق الكلمة اللي ما يعرفهاش يعلم عليها وحضرتك تروح بعد كده نزل لهم بالترجمة كلها او لو كله طبعا ترجم الكلمات يبقى خير وبرك خلصنا الكلمات ادي له فرصة بقى يحل الوصيقة يعني سلام بقى لو حضرتك متدي له الملزمة قبلها بيوم محضرها ليس الغرض ان دي وصيقة في الرياضة يبقى هي دي وصيقة الرياضة لا خدت بال حضرتك ده هي كل الفكرة ان دي موديل من الموديلات بتاعت الوصيق وخلاص طب امال ايه كلمة اللي الخضرة دي دي اهم كلمة في الوحدة حس الشباب على ممارسة ده اللوجو بتاع الوحدة اللي كتاب المدرسة كاد بترجمه له برضو لو هو مش عارف وطبعا عملت على الوصيقة سؤالين اختاروا صح وغلط علشان يعني نضرب عصفورين بحاجة تيجي بعد كده حضرتك تخش على الصفحة التانية برضو نفس النظام ايه الكلمات برضو نفس النظام بص لحضرتك لو رجعنا للصفحة اللي فوق هتلاقي الكلمات اللي بعدها برضو خاصة بالفكر اللي بيجي في الوصيقة يعني كلمة زي بدون ان يدفع مش الكلمات اللي هي حضرة في زهنه لا ده هي الكلمات المفترض ان هي بعيدة عن زهنه حتى لو هو نسيها هقوله ولا همك عادي ما انا عارف ان انت نسيها عشان انا جاي وفكرك بيا بصوا حضراتكم زي كلمة ايه شاك شاك اللي هي بتيجي فسط الكلام كده اللي هي الكلمات المفترض حتى الولد الشاطر ممكن تكون سقطة من حساباته نجي بقى نخش على الوصيقة التانية اللي هي بتاعت الوحدة التانية طبعا كله اكله وشربه فيه وصايا كتير واتمرنا على حاجات كتير لا الوصيقة دي بقى مفاجئة دي من ظهر الكتاب من امتحانات الدلف اللي هي انواع الساندوتشات ولد رايح يشتري ساندوتشات له لصحابه بيكلم بقى هنا على انواع الساندوتشات وكل محتوى ساندوتش طبعا دي من الامتحانات اللي في اخر الكتاب اللي هي امتحانات الدلف طبعا في كتاب البروف احنا محاولين كل امتحانات الدلف اللي في اولة وتانية وتالتة وكل اللي موجود الى امتحانات اه بنظام سواء اولى او سواء تانية او سواء تالتة برضو ببص حضرتك على المعلومة دي كده مثلا يعني يعني ما انت قلتها خمسين مرة لو انت بتذكره كمان حتة برضو مهمة جدا لما هو يكون عارف ان هو ان هو ان هو عدشان يبقى يشرب جعان يبقى ياكل وهكذا بقى الحاجات دي المهم لو ترجم الكلمات دي كلها يبقى برافو عليه واحسنت حضرتك معاه لكن لو انت نزلت بقى بالترجمة هو ايه هيروح يحفظ ده كله انا انا عايزه يقرأ كاللعامود ده بالكامل يقول انا مش عارف عشر كلمات يلحق يحفظهم مفيش قدامه وقت لكن لما انت حضرتك تبدأ تترجم له كل الكلمات بتحلو خلاص بتوقف مخه لكن انا عايزه هو اللي يترجم انت يا ابني عارف ايه اه ترجم من تلاتين اربعين كلمة ترجم خمسة وعشرين فضلوا خمسة خلاص هيلقوطهم على طول تمام ونفس النظام كله وصيكو عليها سؤالين زي ما حضرتكم شايفين نفس النظام فكرة مثلا ان هو بيحب القراء او ان هو في المكتبة بيبليتك يبقى لير بيقرأ برضو يعني المهن كل واحد بيعمل ايه زي البروفيسور انسنيي اوزيلاذ وطبعا لغينة على ان الولد يبقى عارف الاكتيفيته والجول وزير وافير يعني كلمة زي من اصل انجليز يعني الحاجات دي كلها كل الافكار وكل الكلمات اللي حضرتك متخيل طول السنة نشتغل فيها ممكن تبقى وعها من الولد او نسيها انا بتكلم عن الطالب المتوسط اه الطالب الضعيف هيبقى تعبان شوية في الليلة دي تعبان هاوي اما الولد الشاطر طيرب على الحكاية اما الولد المتوسط بقى اللي هو معظم الطالبة هيبقى يستفاج جامد من الكلام حتى لدرجة الاختصارات انا التجذي برضو لفضت النظر للحكاية وما ننساش برضو ان الكلام اللي مكتوب بالعربي ده ميزة من مميزات كتاب البراف ان انا بعرض كل نواتك التعلم في سطرين تلاتة بالعربي يبقى الفكرة برضو حضرة في زهنه هتلاقيني كاتب واحد اللي هو الوحدة الاولى واثنين وهاكتب برضو مش كاتب واحد بقى كاتب فوتبال تينيس باسكات اللي هيك كلمات اللي ايه الاساسية في الوحدة او المهمة او الكلام لا انا مش كاتب كده ليلة امتحان كتاب البراف تهدف الى تنشيط زاكرة الطالب وبرمي في حجره بقى زي ما بقول الامتحانة ها الكلمة اللي هتبقى صعبة اللي بتتكرر كذا يبقى كله حاضر معا طيب الولد ما جيش بقى انا هترجم له اقول له ايه كذا يعني كذا لا يا حبيبي ان تديله الفرصة هيفهم صدقني بعمق ان انت تديله فرصة وبعدين تقول لي الوقت والله دي بقى ايه انا بقولك على فكرتي وحضرتك لك مطلق الحرية شايف اللوجو بتاع الوحدة التالتة راكنتي لوديرني ويكان اه الاحتمال الكبير جدا ان الموضوع هيجيله في العطلة الاسبوعية بتاع اللي هكتب وهكذا بقى بص شايف حضرتك الكلمات اترابي اموتيمور انا مش مقالف كلمات يعني جاب من عندي لأ دي الكلمات اللي في الامتحان شايف حضرتك اهو حتى كمان الوصيقة بتاعت العطلة الاسبوعية المفروض ان انا هقول الريف بقى وجامع انا كاتب الكلام ده ورا في المواضيع لكن الوصيقة نفسها عبارة عن حاجة مختلفة اوي هتبقى امبلودي طان ده برضو موجود في امتحانات الديل في اللي وارا اللي هو الساعة عشرة كازا الساعة عشرة وخمسة عشر دقيقة عملوا كازا ويبدأ يشتغل بقى الكلام وكذلك الوحدة التالتة والوحدة الرابع مثلا نيجي في اخر الحتة اللي زي دي كده برضو استغلتها جامد يعني كل الاماكن ما فيش ولا كلمة من دي يا جماعة خارج المنهج او ان احنا بنتفازلك او بنزود كلمات دلعيالنا واحنا خايفين عليهم ان بكرة في الامتحان تجيلوا كلمة حتى يعني حتى لو جيت قلتني كلمة كيروسين الكيروسين موجودة في الوحدة ربعة من كناش مهتمين بيها تجيلوا في الامتحان يقعد يفاكر لأ انت فاهم لكن مسلا ما جيش في الوحدة الرابع اقولوا وياج وياجير احنا عاديين نعمل يطول السانة ده احنا بس بنذكروا بكلمات اه زي شايف حضرنا الكلمة دي سانساسيان رو جان ريل وهكذا بعد كده بقى سؤال برضو بعالج سؤال بالافكار بالعرب انت يبني افكارك في بتتراوح فيه الرياضة والرياضيين ولا لأ والكلام وطبعا ان شاء الله المواقف مكتوبة بمنتاز ولا فيه اي حاجة ساعتربه مجرد محافظ الكلمات هيحل معاك مية مية وطبعا ايه معالجة المواقف ماشية بترتيب كتاب المدرسة يعني الجملة الاولى هتلاقيها بتعالج حتة في الصفحة الاولى والصفحة التالية وهكذا واحدة واحدة انت بايش دي الكلمات الاساسية او الفربات الاساسية اللي هو هيبقى محتاجة وهو بيحل المواقف وما ننساش يا جماعة وبنبع على حضراتكم اهو ان فيه في كتاب المدرسة بيقولك علشان تعبر عن القدرة ها علشان تعبر عن عشان 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 تعبر عن الحاجات دي كلها موجودة بمجرد ما ان ابنك يترجم الكلمات ها يخليه خلص للصفحة دي مش هياخده معاك خمس دقايق. وتروح ما يدلو فرصة محضر اه يحل المواقف. وتروح طبعا حضرتك تكون محضر. تروح ما راجحها معاه لو في كلمة واقعة منه حضرتك بتقولها. عايزك بقى تتخيل ان هو لو جاي اصلا محضر. ماشي خلاص نص الوقت بالزبط توفر. الصفحة التانية في المواقف بقى الكلمات اللي هي في الاساسية هنشايف برمسيون. اه كلمات. بتاعت الامتحان. كولار. سوي. ديموند. واه كزا بقى حضرتك. شايف? انا انا هنا مش جايب كلمة سبور عشان عشان هو مش عارف كلمة سبور فاي. لا. يعني طب اللي قابلها شايف كلمة افي بوزيتيف. وطبعا عكس البوزيتيف نيجاتيف. اللي هو رأيي ايجابي ورأيي سلبي. انا بس جايبها وملقونها بس هم بالاخدر عشان هلفت نظرك ان ان الكلمات دي تابع الاسبور. كلمات دي تابع الاليمون. كلمات دي تابع الايه الكامباني. وهي اه الموك ليه? اللي هي هيسأل فيها. رياضتك المفضلة. كلماتك المفضلة. امتى بتروح الريف? وسيدة المصالب بتاعتك المفضلة. وهكزا بقى. تخش بعد كده على الكلمات اللي بعديها بقى كده زي ما حضرتك شايف? ها? الحاجات اللي بتخش مع الطلبة في وسط بعدها. ابنك ترجم برافو. حفظها الله عليك. ها? بس انت بتأمن بقى ان هو يقع في كلمة او اتنين. يا جماعة لو احنا دي نالو يعني ورقة فيها الكلمات عرب وفرنسيق عملتي ايه? ما هو عنده اصلا. لا ده دي اهم الكلمات. مش. استفاد ايه? هي راجع على فوياج وفوتبول. لكن فكرة دي بقى ان هو يقرأ الكلمات دي مش اللي هو حفظها مية زي ما بنقول. لا ده هو حفظها. بس واعة منه. ولذلك لجأنا الاستراتيجية تعليمية اسمها ها? شريط التذكرة. هيفتكر بقى الشريط الذاكرة كده. طبعا كل ما بلاقي حطة فاضية بنزل بمعلومة اه طبعا بقصها من كتاب البراف وحاطتها طبعا علشان نستغل الورق. زي ما حضراتكم شايفين كده والله ابنك هيستفاد بطريقة رائعة جدا واللي ارى طبعا وحضر اه اه اكيد ان شاء الله يبقى مبسوط مننا. كذلك الوحدة الاولى والوحدة التانية وزي ما انتماشي. اه طبعا خلصنا كل بقى كلمات المواقف خلصت. يعني خلصت حتى كلمة كتبناه. يعني حتى مشروعات الاجازة كتبناه. خدوا بالكوا جماعة من السطر ده اللي انا عمله ده. اللي هو جومة اللي استخدم فيها فيرب صفوار. موا جسي كورير. دانسي. دوسيني. نانجي. ريباسي. سكي. شانتي. ايه ده بقى ان شاء الله. دي حاجة اسمها موضوع الابلتي. يجي يقوله في الامتحان. حضرتك عندك قدرات. قدرات. اكتب خمسة من هذه القدرات. وروح كاتب له ثلاث كلمات من دوت. عارف الخمس جمل ايبقوا ازاي? خمس شرط. ويكتب جسي. انا بعرف. كورير. تحتها جسي دانسي. تحتها جسي دي سيني. تحت. وكذا بقى يكتب من هنا لحد بكر. جسي كذا. كمان مسلا. انا كتبت في الحتة دي. اه اه ادي بعض الكلمات المفتاحية. اللي شايفها ممكن نذكروا بيها بقى. اه. عشان لو هو اه مش حافظها. يفتكر اماكن الحيوانات. يفتكر الحشرات. اه? مذكر ومؤنس. معايا. الحيوانات والمؤنس بتاعها. والصغير بتاعها. ماشي وانا اعملها بالجنب عشان ماخدش ورق كتير. اني حاول نستغل لها يعني. مسلا نجينا في مكان فاضي زي ده كده. هتبص حضرتك تلاقي كاتبين له اه 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 بعض الكلمات المذكرة والمؤنسة. وانا عامل في الجرامير برضو نفس الكلام. بس دي مش اي كلمات. لأ ده دي كلمات متوقع. متوقع. يعني العي الممكن يبقى فاهم من ايه مؤنسة عشان في اخيرها ايه? لأ بص حضرتك ان شاء الله حاجات مهمة جدا. وكذلك ايضا برضو في الوحدة انت بقى حضرتك بتسيبه عالجنب يقرأ اللي عالجنب. ماشي كده ويترجم ويفهم. الحاجة اللي مش عارفة انت بتبدأ تترجم هيرو. في نفس الوقت بقى يكون تدي له فرصة يحل المواقف وبعد كده بتحلها معا ما بتاخدش خمس دقايق. برضو اعمل لك معلومات على الجنب اهو. حاجة زي الانشطة في الريف. هل هتجيله مدارة? هل هتجيله ماضي? هل هتجيله مستقبل? هل هيكلم بصفة عامة? هل هيكلم عليه هو نفسه جه? هيكلم هو اخواته يبقى نو? لا بص انا عملها بالا وعملها في عشان اه الطالب يبقى عارف الافكار بس. اما في المواضيع عاملينها بكزا حاجة. تيجي بقى حضرتك لمسلا اه اه الصفحة اللي بعديها اعضاء جسم الانسان مذكر ومؤنس. مذكر ومؤنس. مهمة جدا. طبعا اه افعال اه الشعور احنا كنا قلنا قبل كده افوار فرواء افوار شو? وبينهم ساعات تيجي يقول افوار تري بير افوار تري فرواء. الجمل التلاتة اللي هتلاقوهم مكتوبين كده دول التلات جمل اللي في كتاب المدرسة. دول التلات جمل اللي في كتاب المدرسة. يخلي الطالب برضو يبقى عارفهم بالعربي. وادي قاعدة سي ومهمش عليه قاعدة سي. يبقى هو فاهم ان سي والنحية التانية امر. اهو من نفس النظام اهو زي ما حضرتك كده شايف. تعالى مسلا لحتة زي دي كده حتة فاضية خلص اهيه? قلنا ما خلاص ما هو ما هو عارف. يما نيجي هشرح الجرامير مش هقعد بقى امسك الالم عالصبور اهوها ده قول اداة المعرفة والنكرت. لأ انا عايز اذكره بايه? الفربات اللي بتيجي معه? الفربات اللي بتيجي معه? ها? الفربات اللي بتيجي مع عادات تجزئة. اهم بص شايف حضرتك? وضرب على امسان. تخيل ابنك بقى كده يقول اهو تدي له فرصة. لكن ما تعودش انت حضرك تقرأ والترجم هو هو جاي يستفاد ايه? لأ انا عايزه هو يقرأ وكده هو يستفاد ويعلم على اللي هو مش عارفه وتبدأ حضرتك تترجم هو. طبعا حافظ الكلام ده يبقى خير وبركة ونعدي على طول. بعد كده بقى نخش على المعلومة اللي بعديها. اه فكرة الصفر. اصلا يا جماعة. الوحدة الرابعة مش الصفر بقى الفوياج وهناتكلم عن الفوياج كفوياج. ده هو وسائل المواصلات. ده هو الود يا اه اه امه كان عيان. دي فكرة. اه راح قابل صاحبه دي فكرة. قابلوا في دي فكرة. راح اتفرجوا على الماتش دي فكرة. معايا كده اه اخدوا وسائلة مواصلات كذا. الاماكن اللي هيروح يشتري منها. يعني فيك كذا فكرة في وحدة اربعة. مكتوب كده. السفر في الاجازة. وسائل المواصلات. ومكان ركوبها والافضل منها واللماز وعمال مشتريات وانواع المحلات وما يباع به. وقصة مرض الام. والمهام المنزلية في الوحدة الرابعة. اللي هي بتاعت سنة تانية. يعني انا ما سيبش العيل رابط دماغه في فكرة. وبعدين دول ثلاث سطور فيهم فيهم المنع كله. بلع عربي. وبعد كده تسوي ايش. تعال مسلا حضرتك هاللحتة اللي عالجنبي دي. وخلي بقى يترجم هو المهن. اه ويقول لك دي يعني ايه? ودي الفرق بين دي يعني ايه? ها? دي اهم النقاط اللي لن يخرج عنها الامتحان. ادي المقارنة. ادي اهم جملة في المقارنة. اللي هي بتيجي بعد كلمة ها? بتدي له وقت كده بيفكر ابنك رايح الامتحان. فانت مش هتقعد بقى تذكر له يعني انت قعد تتكلم زي ما انا بتكلم كده هو يسمع لها باشا. فكرة ليلة امتحان كتاب تعتمد على الطالب بنسبة تمانين في المية. وحضرتك عشرين في المية. يعني لو هتقعد معاه مية دقيقة ما تتكلمش غير عشرين دقيقة. الولد هو اللي شغال تمانين دقيقة. دي استراتيجيات تعلم تدفع ابنك للدرجة النهائية. لكن مش انا هخليه مسلا يحل في البيت وحد يحلله. لا يا باشا ده كنوا قاعد معاك واحساسوا ان انت هتصلح له. بيدي له دفعة للامان. آآ برضو نكهات الايس كريم. برضو خلي بالو حضراتكم دي برضو فكرة. بس موجودة في الكيد اجزرسيز تبع واحدة تلاتة. اللي هو كل حيوان له اكلة. بس انا مش كل حيوانات علينا. هم ستة دول بس. بعد كده برضو نفس النظام عالجانب هتلاقي حضرتك العاب الطاولة. ها? نيجي بقى للحطة طبعا كتفاضية. زي ما شايفين نخش بعد كده عالجرامير. ففي حطة فاضية. فروح تجيب لك من كتاب البروف. اللي هو آآ الافعال اللي معها الرياضة. فير د جوي اا. وافعال بقى ابراتيكي ويمي وبريفري وادوري ودي تستي وهكذا. وعلى فكرة دي له فرصة. يعني حضرتك شرحت يا فندم. حضرتك ابنك فاهم. والله فاهم. احنا مش جايين نقطره. ده احنا بنقول له طب اقرأ المعلومة دي كده بالطريقة الفلانية. لان حضرتك ممكن تبقى معوضه على نوع وثيقة معينة. تجيله وثيقة تانية. انت انت بتدي له امان. بتعمله آآ ثقة في النفس. طب اقرأ كده فهم. تمام زي الفلان. طب ليه دي كده? وليه مش دي كده. تنقش بقى حضرتك معي. نجي بقى نخش على الجرامير اه 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 طبعا في الحصة الاولى اللي هتبقى يوم السبت ان شاء الله انت اشرحت معاااااااااااااا الواسيقة والمواقف. خدوا بقى ساعتين. خدوا تلاتة خدوا ساعة برحتك انت. انت ولادك. واكيد طبعا كل واحد هيبقى له النظام بتا HOW d ali yom الاولين. اما اليوم التاني هنشرح فيك جرامير بيك كامل? ونقوله الجمل اللي جاية بالنص. ماشي وماشي حزبة برمة. وحضراتكم الناس اللي شافت ليلة الامتحان بتاعة الازهر وامتحان برضو. آآ ليلة الامتحان بتاع بتاع آآ ليلة الامتحان آآ السنويات التجارية والفندقية واللي جي منها في الامتحان آآ طبعا ان شاء الله حاجة مبهرة جدا. نخش بقى هنا. حضراتك بتشرح الجرامير ازاي? ها? ما هو حضرتك روح خد منك الكلمتين اللي هو ما كانش عارفهم فحفظهم. ماشي كده? هيبدأ بقى يحضر هو الجرامير. يعني لازم هو يذكر ايه الجرامير? جاي لك بقى تبدأ انت تمسك الادوات. هتقول ايه في الادوات? انت انت لو قلت للعيل في ليلة الامتحانة دا تنقر الآآ للمزاكر والإيه للموقات? شوف تخيل الوقت اللي بيضيعه. هو جاي عارفهم. ها? في مشكلة في اداة النكر المعرفة البسيطة المعرفة المضغمة. اداة التجزاء كله تمام تمام. تعال بقى. كل جملة من دول يعني الاولانية ها? مزاك اداة النكر. اداة المعرفة. اداة التجزاء. اداة التجزاء لما بتتنفي. ولما بتتنفيش ولما بتتحولش. كل جملة من دول بفكرة. بس قبل طبعا ما تحلهم هو هيكون جاي محضرهم. ها يلا بقى نشوف الكلمات المذكرة والكلمات المؤنسة. الكتاب البروف بيقول كلمات دي مهمة جدا. شخص غريل. اوكي ما احنا كاتبين حاجات تانية ارى. لو قدر ان شاء الله يعملهم مزبوط او ترجمهم مزبوط يبقى كده الدنيا تمام. وطبعا تعال بقى حضرتك شوف اللي حال الصح ايه واللي حال الغلط ايه? الاولانية اه. التانية اللي هي يوجا. ويا اخت اللي هو الزبادي وهكذا الحاجات المذكرة او الحاجات اللي بتبدأ بيجريك بتاخدش الابصر. ماشي? ونفس النظام. الصفات. ها? صفة الاشار. صفة الملكية. صفة الوصفية. اهو برضي نفس النظام. ها? تب اشمعنا بقى دول يا بروف العجم دول. اشمعنا دول? كل واحدة من دول فكرة. ابنك عارف يترجمهم شغال هم دول اللي عليه. تمام? بعد كده الاسماء يا جماعة ممكن يسألوا في الاسماء. يعني شايفين الجملة الاولانية دي جات سنوية عام. نقط. آه هياخد الفئة ده التجزاقة. هياخد الفئة ده التجزاقة. طبعا العي اللازم يبقى عارف الكلمة او الاسم مفرد مذكر جامع مذكر. مفرد مؤنس جامع مؤنس. وضربين مثال. انكوبين دي كوبين. انكوبين دي كوبين. وهكذا. لا يعني هو بمجرد ما يحل دول انت عملت يعني ريفرش كده بزهنه ان هو ممكن يتسيل في الاسماء. طيب اسك برضو وي ونو سي. ها? حضرتك تتدخل بقى هنا. هو حالل. فحل صح. تبدأ يعني حضرتك ما تبدأش بالشرح. حضرتك هتسمع منه هو زاكر. لكن هو العيل جاي عشان ياخد جمل الامتحان. طب ساعدني. ساعدني زي ما انا هساعدك. حضر الجمل. قادي الجمل اللي هتجي لك. مش تايبين فكرة في الامتحان الا ما كتبناه. تعالنا مثلا انا في كلمة ايه? خش على كلمات الاستفاهام. اه كتبت الحداشر كلمة الاستفاهام للتذكرة. عشان يتذكر. ها? ترجمهم مزبوط خلاص. تعالى بقى للامثلة حلها مزبوط تمام. اه خلي بالك عندك كلمة مذكرة. اه مؤنسة. جامع مذكر. جامع خلاص اشرحت. المشكلة بقى فين الكلمات المذكرة والمؤنسة. والمناسبة دي في الحتة دي سامعيني كويس حضرات? في الحتة دي. اهي الحتة دي وخليك فاكرها? لا يجوز ان تأتي كلمة في المذكر والمؤنس في سؤال القواعد الا اذا ذكرت تلت او اربع مرات في كتاب المدرسة. لكن كلمة جات مرة واحدة ما ينفعش. كلمة مرتين ما ينفعش. يبدأ من اول تلاتة او اربعة يعني. حتى تلاتة ضعيفة كمية. يعني الكلمات المشهورة في المدرسة. النفي نفس النظام. كتب له الكلمة اهي? وهده النفي بتاع التذكير. والنفي يا جماعة بيعتمد على المعنى. يعني الجمل اللي موجودة قدام حضراتك دي معظمها من اللي جي قبل كده سنة مية عام. عشان هي تيجي على نفس النغمة. والامتحان سهل وواضح ولا لبوس فيه والدنيا تمام مية مية. المقارنة نفس النظام. وخلي بالكم المعلومة المهمة جدا دي. اللي مجاتش ولا مرة قبل كده. ممكن بقى تيجي. ان كلمة س هيجي بعدها الصفة مفرد مذكر حتى لو وصفات مؤنس او وصفات جمع. نيجي نخش بعد كده على الضمار الشخصية. وعيش بقى حضرتها. اه? اهو. خلي يارى دي مش فاهم نتناقش. يارى دي مش فاهم نتناقش. وهكذا. حتى دي بقى مهمة. كلمات اللي هي او الفرمات اللي هي بتاخد اه عشان وجيبها عاقل تتحول الى الويه. وطبعا لم يملك الجمل. ومش عايزك تستغرب ان تقول الا ده الجملة دي بالنص جات في الامتحان. يا فندم حضرتك انا مش انا اللي عامل الجمل دي. الجمل دي هي الجمل اللي موجودة في الامتحانات السنوية عامة السابقة واللي موجودة في امتحانات التجريبي. بعد كده الظروف نفس الفكر. حروف الجر نفس القصة. اه? زمن المدارع. طيب ليه بقى يا بروف في الآه الآه التلات اشر فير بدول اللي في المدارع فيش غيرهم ده شواز المجموعة تال انا مالي. اللي هي دعوة لكتاب المدرسة اللي هو في اخر كتاب مكتوب ابنك حافظ دول زي الفل. ها? طب العيل طبعا مفروض بقى ان هو هيكون مزاكر ومحضر وكده. اديهم يا ريس بقى بعد ازنى حضرتك. خمس دقايق. بصيلي يا ابني على الفربات دي. اقفل الملزمة. اتفضل. الحتة دي او الشوية دول اه مسلا سمعوني فرب فولوار. والحبة دول سمعوني فرب كزا. يا بروف هيغش من بعض. سيبهم يغشوا. بعد كده زمن المستقب. ادي فرب ايه? قال ليه? بيعتمد على قال ليه? اه اه عندك وقت تخلي اللي ولادي يسمعوه. ها? خلي كل تلات اربعة يكتبوه مع بعض. دي كلها استراتيجيات تعليمية. هم بيذكروا بعض. سدقني مضمونة. فينير نفس النظام. خلي كل اتنين يكتبوه في ورقة. تعالي على الباسيكو مزيك. ها? الاربعتاشر فيربل مع اتر. ماشي كده? خلي كل تلاتة مع بعض. كل اربعة مع بعض. ها? ويكون عندك ورق مقصوصات ورقية كده. ارمي ورق كده. يلا انتو انتو التلاتة كده. اكتبوه لي الاربعتاشر. سبهم يفكروا بعض. نشتغل. نشتغل. ها? علشان اه اه نعمل للمموار. بعد كده نفس النظام. اه 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 اه. اه اسم المفعول. يعني كان ناقص الحتة دي اهو كنا كتبنا. اش معنى الفربات دي حضرتك يعني? الفربات دي حضرتك. اه? هي اللي موجودة في البرسيديو جرامار. لو سأل في اسم مفعول هيسأل في هذه الفربات. وطبعا الملاحظات اللي على اه الباسيكو موزيك. برضو صيغة الامر نفس النظام. ماشي كده. طبعا كان باقي صفحة ونص اه عشان نزبط الورق. فا اه بجد شوية معلومات مقصوصين من كتاب البروف. من ناحية الناس تشوف اه تجميعات اه كتاب البروف في شكلها عامل ايه? برضو ده لتسويق الكتاب. ومن ناحية تانية دي فعلا اهم النقاط اللي ممكن يبقى ابني واقع منه فبذكره بيها. بالنسبة بقى للايميلات حضرتك. الايميل يمكن ان يكتب في زمن المضارع او زمن الماضي او زمن المستقبل وذلك بناء على ما ورد في السؤال. هو الولد مزاك كتاب مش مزاك. حاجة بديد درس خصوصي. هتقعد وقت اطول. ماشي? ها? بتخليه هو بقى. اه طبعا زي ما قلت لحضرتك. اه لو عندك مقصصات عندك صبورة كبيرة. عندك صبورة ايه ان ايه? اه بتخلي الولد يقرأ? بتقراها معاه? معاه كده حضرتك? اللي يريحك. بس انا من وجهة نظري ان العيل يكون جاي مزاكر. طيب انا هخليه بقى هتطمن عليه ازاي? انا قيله من كل صفحة واحدة واحدة بس. ايميل واحد بس. يكتبه على الصبور يكون كاتبه في ورقة. يملهولهم يخليهم هم ينقلوه. ماشي كده? ويبدأ كل واحد يرد على الايميل. طبعا عندك اربع وحدات. يبقى هتخليه يكتب قدام عينيك اربع اه ايميلات. يمكنك بص حضرتك يمكنك ان تكتب جمل الايميل كل جملة على سطر. ويمكن للجملة ان تعاد بطريقة اخرى. المهم ان كل جملة على سطر لازم تبدأ بشطر. بشرطة. تعال بقى حضرتك تبتوقع ما انت هتقول لي. تم انا اديتك كل الايميلات المتوقعة والكلام ده. فممكن ادي له سؤالي ما يجي سؤال تاني ويجي سؤال من تانية. يجي سؤال من قولة وكده. فجمعت لحضرتك كل الاسئلة المهمة جدا واللي تنفع تيجي في سنوية عامة. اه. تبدو لها زاكر هوملوس داي? حضرتك هو المفروض ان انت سبت يوم كان عشان يزاكر الجزء اللي جاي. فجاي يزاكر الكلام. هتمسك صفحة صفحة. ماشي كده يا سلام بقى لو انت مبدع بقى وعندك وقت. ها? تروح وقف عندي سؤال رقم عشر. اه? طب يلا يا شباب. مين بقى هيرد? شفه ويشغال. ورق شغال. جماعي شغال. سنائي شغال. المهم ان يبقى فيه حراك كده. فيه الدرس والعيل. يحس ان هو بيتذكر كل الاشياء. هتعجبك لو اشتغلت ان شاء الله بالطريقة دي. بعد كده حضرتك بقى. نخش على الموضوع. ويا جماعة بالنسبة للموضوع مفيش اسهل من كده. مفيش اسهل من كده. جمل الموضوع تكتب وراء بعض. تحت بعض. مش هنعملها قصة. كله صح. لكن تحت بعض بقى. والجملة تبدأ بشرطة افضل. لماذا? تعالى للناحية التانية. لانه عندك كتابة الجملة على سطر. بادئ بشرطة. يتيح لك اعادة الجملة باسلوب اخر. وتحسب الجملة الصح. ويجوز تكرار الفربات. دليلك ايه يا بروف? دليل يا جماعة في سنة اولة سنوي. في الجيد بيدياجوجيك في سنة اولة سنوي. اللي هو كاتب يعني الجيد بيدياجوجيك كاتب. موضوع س د اي. كاتبه شرطة اليا كزا. شرطة اليا كزا. شرطة اليا كزا. قال لها? يعني العيل ممكن يكون كده ولا حرك والدنيا سهل. طب احنا بنقول لو انت عايز صحفة يعني انا عندي ثلاث كلمات هحط كلمة في جملة. طب العيل مش عارف معنى الكلمة يتصرف ازاي? سهلة. ما متاتش سيه? انها او انها او ما متاتش اليا. يوجد. لو كتبت الدنيا كده ماشي معك. يعني ادي جيم والموضوع. الموضوع سيه. لأي حاجة. للرياضة. للأكل والشرب. جينيال للريف والويك اند. والربيد للمواصل المواصلات. الموضوع واتر. الموضوع وافور وفي الغالب دي تبقى الياء. وهكزا بقى الكلام اللي هو موجود قدامك ده. طيب ما جيش بقول ايه? دي بقى الموضوعات اللي جاية في الامتحان بتاعت الرياضة بتاعة الكتاب البروف. لا يا باش انا مقولتش كده. انا قلت. ممكن يجي يكلموا عن الرياضة. او عن الرياضة. او عن الالعاب الرياضية. او انواح او ادواتها. اوقاتها. ولماز. واعطاء رأي. واينة. ومعمن. والزهاب للنادي. والكلام اللي هو نواتج التعال. اما دول كامسلة فقط. لا يحفظها ولا الكلام. ده هو بيفهم بس الجملة المكتوبة ازاي? حضرتك بقى عايز تعرف ابنك بجد شاطر ولا لأ? دول عبارة عن اربع مواضيع ما ياخدوش تلت ساعة. بس يتعامل واحد واحد. تبدأ انت مثلا. اهو. يلا يا حبيب. ابدأ في موضوع اربع. ها? وزي ما قلت حضرتك لو حبازها. لو في ورق. اهو. دي جملة مقدمة. دي جملة هداية. اكتبها. كلم عن الرياضة المفضل. لو اتبعنا اللي فو. جاملو سبور. جي بريفير لو فوتبول. لو فوتبول سي موتيفان. وبعد كده روح نازل شاك سبور اه سي كاركتريستيك. اده اربع جمل ما عملش لسه حاجة. استخدم بقى الكلمات البيلاقويس. والكلمات دي اما تبقى عنصر. اما تبقى كلمة. عنصر زي اللي يقول المكان. يبقى الكلاب. الجوورز يبقى الفوت بلور. اه الطان يبقى مثلا الفندري دي. مثلا الابريمي دي. اما الكلمات دي تستيحطها في جملة. شجعه ان هو يكتب جمل بسيطة. هيستفاد ويستريح جدا ومش هياخد وقت. ويا حبازة انا انا افضل شخصيا ما اقولوش اكتب دول في البيت. يعني انا انا افضل شخصيا ان هو ما اقولوش اكتب دول في البيت. وما اقولوش يا لا خلي ما تبصش في ورقة اللي لأ. يبص يحلو هما اللي اتنين في ورقة واحدة. ها? اه اه كل تلاتة مع بعض. بس المهم يوصلوه لي لخمس جمل ست جمل سبع جمل. والله هيروحوا لامتحان بكرة فاكرين اللي هما عملو مع بعض اكتر منك انت. بعد كده اللي هو المأكلات والمشروبات نفس النظام. اهو. هو يزاكر الكلام. يزاكروا. يفهموا. ولما يجي قدامك بقى قاعد بقى كده حضرتك حتشرب شايف. اقوى. نيس كافي. عيش بقى حضرتك. اهو. ويبدأ بقى هما يقروا مع بعض ويفكروا ويكتبوا. رايح الامتحان بكرة. ها? يوم لما دماغه تقف يقول لك يا بروف لو سمحت انا ايه ده? اعمل ايه هنا? انت تساعد اهو. بتساعدوا. بتساعدوا. لكن انتش اعمل يالا الواجب وتعال اهو تصححوا. يا عم واجب ايه دلوقتي? ده هو الراجل جاي يتعلم على ايد حضرتك علشان رايح الامتحان بكرة. لكن ما يحفظ مواضيع ويسمحها. ده غلط. في النظام الجديد غلط. لكن انت تعمل ورشة عمل. بتساعد ابنك انك ابنك رايح في الامتحان. انت حضرتك قاعد. بتفاجع التلفزيون في البيت. وابنك قاعد يحلف. بيجي دي صح? بابا. الجملة دي صح? بابا. الفيرب اه بابا. انت فاهم ازاي? احنا بقى عايزين كده. ها? والحكاية سهلة وبسيطة خالص. بس العيال محتاجة مساندة. خليك في ظهرهم ازاي? ان انت بتساعدوا. بتزاد في الموضوعهم. تمام? بعد كده الموضوع اللي بعده كل الوحدات بنفس النظام. معلش يا جماعة تعبتوكو شوية. اسف للازعاج. لكن كان لازم اقول وجهة نظري في تقديم الملزمة دي للطلبة. وطبعا نتمنى لابنائنا الطلبة التفوق والتقلق والابداع في اللغة الفرنسية. دعواتي يقوليكو كلكو يا حبيب ان شاء الله بالتوفيق. اخواني من المدرسين واسد زيتي وصحابي. واتمنى ان شاء الله بداية من العام القادم يكون كتاب البروف هو كتابك فعلا. حتى لو حضرتك بتشتغل من كتاب اخر اه اه اتمنى ان يكون كتاب البروف نسخة منه موجودة عند حضرتك للعرض او لرؤية الافكار اللي بنقدمها اللي مبنية على كتاب المدرسة او الكيد اجزرسيس اللي او البرسيد جرامير اللي وراء او الجيد بيدياجوجيك. سعيد ان كنت معاكم عثمان محمود مؤلف كتاب البروف. تحياتي. اخير اكثر 妙 today. اخير اجتب البروف تحή Fans رأي yし رح اعداد اجتب البروف شكرا